اشتركوا في القناة يقوم بها جلالته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة ولدى وصول جلالة الملك المعظم رعاه الله إلى مقر عقاد المنتدى كان في مقدمة مستقبلي جلالته رعاه الله فخامة الرئيس الصيني الذي رحب بجلالته وبمشاركته في هذا المنتدى الهم كما كان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الصينية وقد ألقى فخامة الرئيس الصيني كلمة رحب فيها بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو رأساء الدول المشاركة في المنتدى وتطرق إلى العلاقات الصينية العربية وأوضح فخامته حرص الصين على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يسهم في تطوير التعاون العربي الصيني موسيقى موسيقى ثم تفضل جلالة الملك المعظم بإلقاء كلمة رحب فيها سامية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس شيزين بينك رئيس جمهورية الصين الشعبية أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا فخامة الرئيس المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني شاكرين لكم دعوتكم الكريمة ومقدرين جهودكم الرامية إلى تعزيز العلاقات العريقة بين الحضارتين العربية والصينية المتجذرة في التاريخ التي تستحق منا كل تغدير وثناء ونؤكد بهذا الصدد عن مساندتنا لمبدأ الصين الواحدة ودعم سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وإذ نحتفل بالذكرى العشرين لهذا المنتدى والمتزامن مع تولي مملكة البحرين لرئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية فأننا نهنأ جميع الدول الأعضاء على الإنجازات التي تحققت في إطار تعزيز العلاقات العربية الصينية ونشيد بما أسفرت عنه القمم المختلفة كالقمة العربية الصينية والقمة الخليجية الصينية والقمة البحرينية الصينية من تعاون وثيق وخطط عمل مشتركة تؤكد على التزامنا الجماعي لرفع مستويات التقارب والتنسيق المثمر على كافة المستويات فخامة الرئيس الحضور الكرام إنه لمن حسن الطالع أن ينعقد هذا المنتدى في أعقاب قمة البحرين التي تميزت بما طرحت من قضايا ذات أولوية القصوى وبما نتج عنها من قرارات مهمة ومبادرات طموحة لتلبية احتياجات شعوب المنطقة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للمتأثرين من تداعيات الحروب والنزاعات في المنطقة إلى جانب طرح مبادرة نوعية تهتم بتعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرغمي بما يحمله هذا القطاع من فرص استثمارية ومجالات عمل واعدة للشباب العربي ولابد من الإشادة هنا بالرؤية الموحدة لقادة الدول العربية الأشقاء لدعم وتطوير التعاون الإقليمي والدولي من أجل السلام والتنمية والعمل على إنهاء كافة الصراعات والنزاعات وصيانة الأمن والاستغرار الإقليمي وحماية حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية حفاظا على مصالح دول العالم أجمع وانطلاقا مسؤولية رئاستنا للقمة العربية في دورتها الحالية سنسعى جاهدين من أجل تنسيق المواقف وحشد الدعم اللازم لهدف السلام الدائم وندعو بهذا الخصوص إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولتها الوطنية وقد أبدت مملكة البحرين استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر الهام كما أنها لن تتدخر أي جهد لوقف الحرب المدمرة على قطاع قزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لاستكان المدنيين والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة الذي كفلت الغوانين الدولية والشرائع السماوية ونشدد بهذا الخصوص على ضرور التكثيف الجهود الدبلوماسية للاعتراف الدولي الكامل بفلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ونتوجه بكثير من التغدير للمواقف المساندة لجمهورية الصين الشعبية اتجاه القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهودها الواضحة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين من سكان قزة من منطلق التزامها الكامل بدعم مساعيهم وتوحيد مواقفهم لإقامة وطنهم المستقل بإذن الله فخامة الرئيس الحضور الكرام إن مملكة البحرين تثمن مكانة الصين العالمية وإنجازاتها المشهودة في قدرتها على مواجهة تحديات العولمة مع الحفاظ على هويتها الثقافية وتقدمها الاقتصادية المتصاعد وتشيد بالمساعدات السخية التي تقدمها الصين للدول النامية والتي تعكس حجم التزامها بتعزيز الرخاء والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم وفي الختام نتطلع إلى استمرار نجاح منتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز العلاقات بين منطقتين مع تمنياتنا للصين الصديقة استمرار تقدمها وازدهارها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ألقى عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول العربية كلمات بهذه المناسبة حضر افتتاح المنتدى عدد من كبار المسؤولين في الدول العربية والمسؤولين في الحكومة الصينية ويناقش منتدى التعاون الصيني العربي في دورته الحالية سبل تعزيز وتنمية علاقات صداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وتوسيع أفاق التعاون المثمر المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الأقليبية والدولية موضع الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف تجاهها بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة للجانبين ترجمة نانسي قنقر